ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا طبق متقسم لكذا جزب الطبق ده بيبقى فيه مصفة بيساعدك ان انت تخسلي او تصفي الخضار او الفكهة وغير كده هتقدر ان انت تستخدميه كطبق تقديم وتقدمي بيه مختلف انواع الخضار او الفكهة بعد كده هنا معانا منظم للزيت طبعا تقدر ان انت تنظمي من خلاله مختلف انواع الزيوت او السصات وطريقة استخدامه سهلة جدا وبيديكي كميات مناسبة للاستخدام وطبعا تقدر ان انت تخسليه وتنظفيه بكل سهولة وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحوض وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة بعد كده هنشوف عندنا اكياس حفظ الهدوم او البطاطين والاكياس دي بيجي معاها جهاز كده بيساعدك ان انت تسحبي كل الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس دي وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جواد دولاب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظم عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطيع عليها الخضار والفاكهة وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا ادالة تنظيف طريقة تصميمها عملية جدا تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفها معايا كده من خلال الفيديو هنا معانا شكل مختلف من اشكال البسكت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار المطبخ وطبعا طريقة تثبتها واستخدامها سهل جدا تقدر ان انت ترمي فيها بواي الاكل او اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي تقدر ان انت من خلالها تقفلي مختلف الاكياس وتستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفسلي وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء ازاي زي السوسات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو هنا عندنا المخدة الجميلة دي المخدة دي تقدر ان انت تفتحيها كده وتبقى معاك الحاف او بطنية وبعد كده تقدر ان انت ترجعيها تاني تطبقيها وتستخدميها تاني على شكل مخدة وغير كده اشكالها والوانها جميلة جدا بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديك افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تستبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده عندنا مصفة للحود تقدر ان انت تسبتيها بطريقة مبتكرة جدا على الحود وتصفي عليها بواي الاكل وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم ادوات تنظيف الموعين وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونا بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونا اللي انت عاوزيها بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي وتقدر طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتوجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدر طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقصة الخضار اللي تقدر ان انت تقطعي بالخضرة زي البقدونس او الكسبرة او الشبت وتقدر ان انت تقطعي بالفلفل او البصل بطريقة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من المشابك اللاصقة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار من غير ما تحتاجي لاي مواد لاصقة او اي مصامير وتقدر ان انت تستخدميها عندك في الحمام او في المطبخ وتثبتي عليها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنا هنشوف عندنا مجموعة من الاشريطة اللي بتيجي بألوان مختلفة تقدر ان انت تنظامي وتلمي بيها مختلف اسلاك الاجهزة واسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديك افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وهنا عندنا المنظم السيليكون اللي تقدر ان انت تنظامي بيه المنازيل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المبخ او على جدار الحمان بكل سهولة وطبعا هو بيسبب معاك جدا على الجدار او على اي سطح مكتب عندك بعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل او غطيان التصاد طريقة تثبتها على الغطيان سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف اسوسات او التوابل اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المنظم ده بيحتوي على درجين تقدر ان انت تنظمي فيه اي حاجة انت عايزيها بطريقة شك جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وهو بيحتوي على رفين وطبعا تقدر ان انت تنظميه بكل سهولة وهو بيحتوي على مصفى يعني اي مية بتبقى متبقية فيه بتنزل على طول وهنا عندنا المكنسة اللي تقدر ان انت من خلالها تنظمي العربية او الكنب او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وهي طبعا بتحتوي على اجزاء مختلفة تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف وهنا معانا منظم المكسطرات او الحلويات تقدر ان انت تنظمي باللب او المكسطرات او الشوكولاتة او مختلف انواع الحلويات ودلوقتي عندنا مصفى تقدر ان انت تثبتيها عندك على اي مصرف وطبعا تقدر ان انت تقفليها وتفتحيها بكل سهولة وهي بتمنع ان اي شعر او اي شوائب تنزل جوه المصرف ده وتقدر ان انت تشليها وتنظفي الشعر او الشوائب دي من المصفى بكل سهولة هنا معانا القلم اللي بيساعدك ان انت تخططي او تعيري كل الاياسات اللي انت بتحتاجيها بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك الصغيرة اللي بتيجي متوفر بيها مغناطيس تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر من خلالها تقفلي مختلف الاكياس الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنشوف عندنا منظم للمناديل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنازيل الورق او المنازيل الرول والمنظم ده بيجي معا اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيه عليه بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا منشر حجمه بيكون صغير لكن لما بتفتحيه بيساع معاك يكميه كبيرة جدا من مختلف اشكال وانواع الهدوم وغير كده كمان تقدر ان انت تنشره عليه البطاطين او اي حاجة انت عاوزاها وكمان هو بيحتوي على كذا رف وبيجي فيه رف عبارة عن مشابك تقدر ان انت تنشره عليها الملابس الداخلية او الشربات وغير كده هو بيجي مزود بعجلات يعني تقدر ان انت يتحركيه وتتحكمي في مكانه بكل سهولة وهو مش بياخد عندك اي مساحة في البيت خالص وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننشر من خلالها الاحذية على الشباك بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين من خلال الفيديو ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى أنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو أنت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر أنك تكتبيلي في خانة التعليقات وأنها رد عليك في قرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري أني من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدري أني تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدري أني تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري أني تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكوني الأونلاين على صفحات الفيسبوك أو الإنستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الأونلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا قولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الإنستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في عرب وقت ترجمة نانسي قنقر